السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اليوم سنتكلم عن اهمية اختيار التخصص المناسب وسنعطيكم بعض النصائح وطريقة ساعتكم بها تختاروا التخصص المناسب لانه كاين بزيف اللي ما راهمش عارفين يحدوا بالضبط شا راهم باغين وعلى اي اساس يختاروا التخصص قبل ما نبدأ ما تنسوش تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجارس ليصلكم كل جديد والفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون على التخصص الموجودة في السنة الثالثة بيولوجي وفرص العمل في كل تخصص اختيار التخصص يحتبر قرار مصيري لانه هو اللي هاد يحدد لك وظيفتك بالمستقبل وفي نفس الوقت ليس نهاية العالم لانه كاين بزيف اللي يخدموا ونشحوا في مجال مختلف تماما على التخصص اللي يقرأوا الحاجة اللولة اللي خاسكم تفهموها هي انو كي جوا راح تخيروا تخصص ما تخيروش على اساس شاركوا باغين تقروا خيروه على اساس شاركوا باغين تخدموا ندو مثال واحد كان يدي غاية في السيونس علم طبيعة وحاياة في التانوية يدي سايز دي زويت يبغي غراسيونس بسح كون ساقسي شارك باغين يخدم يقول لك راني باغين يخدم في مجال هندسة مثلا اذا دايما تروحوا تشوفوا التخصص اللي تساعدكم به تخدموا في المجال اللي راكم باغينه من بعد من هادو التخصصات تخيروا التخصص اللي يساعدكم وتنجموا تقروه على حسب قدراتكم وكاين بزاف اللي يقول لك ما غاديش نخير هادو التخصص على خاطر قالوا لي ليه سعيب سعيب عليهم هوما مش عليك انتا قادر اللي يجيهم السعيب يجيك سهل والعكس صحيح واهتا قدروا تساقسوهم شادي قروف دايك التخصص مجالات العمل اللي فيه بالصحة التومة اللي تقروا ديك القرايا وديك الخدمة اللي فيه اذا تساعدكم ولا لا ولا اذا تجيكم سعيبة ولا سهلة بحيث دايما لازم تديروا انتو ما شاركوا باغين ما تخلوش العائلة والاصدقاء يأتروا عليكم اما بالنسبة للطريقة اللي تابحتها وساعدتني بها نقارن بين التخصصات بسهولة هي جبت ورقة كتبت فيها جميع التخصصات اللي تساعدني بها نخدم في المجال اللي راني باغيته ومن بعد بديت بالتخصص الاول مثلا وشفت شا غدي نقرا فيه في الاس اين وفي الاس دو ومن بعد شفت اللي موديول اللي غدي نقراهم اذا يساعدوني ولا لا مثلا كان اللي ما يبغوش يقروا المات يروحوا شوفوا التخصص اللي مافيش المات من بعد شفت كل موديول شا غدي نقرا فيه وبعدها شفت مجالات العامل في كل تخصص وبهذا نكون وصلنا نهاية الفيديو نتمنى يكون لإعجابكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد واتخالوا لي اراءكم في التعليقات اما بالنسبة لطلاب سنة اولى التخصص البيولوجي الان راني حاطة تلكم فيديو على حسابي بالانستجرام فيه المواد اللي غدي تقروهم في سنة اولى وش غدي تقروه في كل مادة والتخصصات الموجودة في الآل دو وبعض المعلومات اللي لازم يعرفها طالب سنة اولى التخصص بيولوجي الرابط بصندوق الوصف